اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نكمل ما بدأنا من تعلم الادوات في المحاضرة السابقة ووصلنا الى اداة الماجيك او الكويك سيلكشن طبعا الاداتين ماجيك تول والادات كويك سيلكشن من الادوات المهمة في التحديد راح ناخذ مثال على الادات الاولى طبعا هذه الادات تستخدم لتحديد الطبقة اللونية ذات اللون الواحد يعني مثلا هذه الطبقة اللونية ذات اللون الابيض اقدر احددها بشكل مباشر وبالتالي اقدر احدف اللون الابيض حتى البطة تكون مفرغة والبطة تكون وحدها بدون الخلفية البيضاء حتى اقدر انقلها واستخدمها في التصاميم ناخذ مثال مثلا هذا هو اللون الابيض طبعا مثل ما نوهنا انه قبل ان نتعامل ويا اي صورة يفضل ان نفتح القفل حتى الصورة تكون غير مؤمنة واقدر من لوحة المفادية احدف اللون الابيض وحتى الغى التحديد مثل ما قلنا يا اما كونترول دي اما من خلال الامر سيلكت ونختار دي سيلكت طبعا اصبحت عندنا هذه البطة مفرغة واقدر استخدمها بالتصاميم اقدر انقلها من خلال طبعا ياما انقلها بشكل مباشر ياما احددها يعني يفضل انه احدد هذه البطة حتى استخدمها من خلال سيلكت اول وبعدها اختار من ادد كوبي واستخدمها ويا اي صورة اخرى مثلا هذه الصورة واقدر من ادد بيست ومثل ما تلاحظون انه البطة صارت جاهزة عدي بالتصميم نرجع للتصميم السابق طبعا راح رجع التصميم كما اول فتحه من خلال فايل ونختار رفيرت او من خلال اختصار F12 من لوحة المفاتيح لو من خلال استخدام الادات ماجيك جيت حددت هذه البطة الاحظ انه التحديد محدد لكل جسم البطة ليش لان هذه الادات تستخدم لتحديد اللون الواحد واللاحظ انه في هالمنطقة اكثر من لون يعني تدرج لون غامق مثلا وبالتالي راح البرنامج يعتبره لون اخر وهذا اللون ايضا بطبقة لونية اكثر عتمة من اللون المحدد فلذلك لا يتم تحديده لو جيت حددت هذا اللون راح الاحظ انه هذا اللون يتحدد واحدة باعتباره طبقة لونية من فصله وهذا اللون بطبقة لونية من فصله وهذه المنطقة بطبقة لونية من فصله كذلك اه هذه المنطقة طبعا هذا الجزء ما حدده ليش لنعتبره اه بلون اخر يعني مثلا لون وردي وهذا الجزء ايضا واقدر طبعا احدد المناطق اداة اللون المتشابه طبعا هذه الادات تستخدم لتحديد الطبقة اللونية المنفصلة فيما يخص الادات الاخرى طبعا من الادوات الرائعة وتستخدم في تحديد اكثر من طبقة لونية في آن واحد وتستخدم في التحديد السريع وادات مهمة جدا طبعا هذه الادات تحتوي اه على دائرة وهذه الدائرة اينما نراها في برنامج فوتوشوب تكبيرها وتصغيرها من خلال حرف الدال وحرف الجيم حرف الدال يقوم بالتكبير وحرف الجيم من لوحة المفاتح يقوم بالتصغير طبعا حتى ازغر الادات بحرف الجيم من لوحة المفاتح وابدي انقر كليكات مثل ما تلاحظون انه هاي المنطقة حدد لياها اللي نقرت عليها بغض النظر عن اه الوانها باعتبار انه هاي الادات متهتم بالالوان ولكن تستخدم بتحديد الطبقات اللونية المتقاربة فنجي نحدد بقية الالوان ومثل ما تلاحظون تحددت عندي هذه البطة اقدر من خلال ادت كوبي وفايل اوبين مثلا استخدم هذه الادات ممكن اخلي البطة بهذه الصورة ادت بيس طبعا هذه الادات بها اه اه هواي امور هواي تفاصيل راح نشرحها بشكل يعني اوسع بالدورة المتوسطة المستوى المتوسط ولكن اه راح نطيكم بعض التفاصيل الان مثلا نفتح هذه الصورة نفتح مثلا هذه الصورة واريد احدد هذه التيبل لام اختار الادات كوك سيلكشن واصغر الادات فضلا تكون هجمها صغير واصغر ايضا اختار كليكات مثل ما تلاحظون تحدد عندي التيبل لام ولكن تحدد مع اه طبقات اخرى واني ما اريد هاي الطبقات الاخرى اريد فقط التيبل لام فبيتش حالة شن اسوي اه من هاي المنطقة بالاعلى اختار اه الطرح اداة الطرح ومن خلال طبعا علامة الناقص اضغط عليه واجي اطرح الجزء اللي اني ما اريده وبالتالي متل ما تلاحظون تحدد عندي طبعا اقدر اطرح هذا الجزء اكبر الصورة مثل ما قلنا من خلال control وحرف الزائد او اقدر من خلال العدسة واصغر الادات من حرف الجيم وممكن اطرح هذا الجزء اللي انا ما اريده تمام وممكن اطرح هذا الجزء ايضا حتى التحديد يكون دقيق تمام جدا اصغر الادات واقدر من خلال edit copy وانقل هذا الجزء اللي انا حددته الى مكان اخر ناخذ مثال اخر على تحديد هذه الادات quick selection مثلا هذه السيارة اقدر احددها من خلال الادات quick selection طبعا هذه الادات تستخدم في التحديد السريع وليس الدقيق جدا عدنا ان شاء الله ادوات اخرى كادات paint tool وراح نتعلمها في تحديد الدقيق طبعا نكبر الادات ونرجع نستخدم الاختيار الزائد ونحدد الصورة اللي نكبر حجم الصورة حتى يكون تحديدنا دقيق ونصغر حجم الادات ونختار الاجزاء اللي احنا طبعا في حال انه اصبح عندي تحديد زائد اقدر اطرحها من خلال الادات الناقص ذات الطرح واطرح هذا التحديد بشكل سريع طبعا هنا اطرح هذا الجزء ايضا ممكن اطرح هذا الجزء ايضا طبعا اقدر اضيف هذا الجزء واتأكد من الاجزاء الاخرى مثلا هذا الجزء اقدر اضيفه اضيف هذا الجزء اقدر اضيف ايضا هذا الجزء بشكل سريع العمل جيد طبعا بعد ما حددت هذه السيارة اقدر من ادت كوبي اضيفه الى صورة اخرى وهكذا ان شاء الله راح نتعلم طرق اخرى بالتحديد واستخدامات اخرى ايضا للتحديد من خلال ادوات جديدة فيما يخص الادوات crop سليس سليس سليكت فيما يخص الادات crop سنشرحها اما الادات slice tool وسليس سليكت سنجله الى المستوى المتقدم أو المستوى المتوسط لان هذه الادات ostat say nay يعتمد على تصميم المواقع الاليكترونية الان شاء الله سنلطيكم مثال متقدم ونشرحهم بالتفصيل فيما يخص الادات crop تستخدم لتقليص المساحات ولتكبير المساحات يعني مثلا عندي هذه الصورة بها أماكن زائدة يعني مثلا هذا الجزء وهذا الجزء بالأسفل ما أحتاجه أريد فقط صورة هذه الوردة حتى أستخدمها هذه الوردة بالتصاميم لازم أستقطع من الأجزاء الزائدة طبعا من خلال تحديد الجزء اللي أنا أريده مثلا هذا الجزء وبعدها أضغط على مفتاح انتر أو أضغط على علامة الصح رح يستقطع لي الجزء الزائد ويبقي لي الجزء اللي أنا أريده فقط وطبعا النفس الوقت تستخدم لتكبير المساحات لإضافة مساحات أخرى يعني مثلا أقدر أضيف مساحة إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو إلى الجانب بين الأيمن والأيسر طبعا يفضل في البداية فتح القفل وأستخدم هذه الأدات أحدد الصورة كلها وأضيف مساحة جديدة من خلال هذا الخيار طبعا أنا أريد مساحة على اليمين أو مساحة على اليسار أو مساحة إلى الأسفل في أي مكان أنا أريد أضيف مساحة أوكي مثل ما تلاحظون أصار عدي مساحة جديدة أقدر أستخدمها بالتصميم وأقدر أضيف لها الألوان والكتابات والطبقات وإن شاء الله رح ناخذ مثال متقدم في المحاضرات القادمة على كيفية تكبير المساحات فيما يخص الأدوات آيدروبر وكولر سامبلر ورولر ونوت طبعا أدوات مساعدة أهم هذه الأدوات هي الأدات آيدروبر آيدروبر أدات القطارة تستخدم لاستخلاص لون لسحب لون من الصورة يعني مثلا هذا اللون هذا اللون اللي أنا استخلصته رح ينضاف في منطقة الفورغراون وأقدر أستخدمه في الرسم وإن شاء الله لما نشرح الأدات براش رح نتعلم شلون نستخدم هذا اللون طبعا أقدر أستخدم أكثر من اللون مثل ما تلاحظون صار عدي هنا لون الفورغراون باللون البرتقالي أو اللون الوردي أو اللون الأخضر وهكذا أقدر أستخلص أكثر من اللون من الصورة حتى أستخدمه في التصميم أما الأدات كولر سامبلر تستخدم في تحليل اللون إلى طبقاته الار جي بي أو ال سي ام واي كي نسبة الألوان أو نسبة مكونات اللون باعتبار أن بعض الألوان هي ألوان غير طبيعية وتتكون من مزيج من الألوان فتعطينا هذه الأدات نسبة المزج أو نسبة الخلط للألوان أما الأدات رولر تستخدم للمقاس ومثل ما تلاحظون في الأعلى تطينه نسبة المقاس الطول والعرض والأبعاد وهكذا يعني أستخدمها حتى أقيس جزء معين من الصورة واستخدامها نادر نوعا ما أما الأدات نوت فتستخدم لكتابة ملاحظة وأقدر هاي الملاحظة أنا أكتبها حتى يشوفها المصمم في حال أنه فتح التصميم بوقت آخر طبعا أضغط في أي مكان وأكتب الملاحظة اللي أنا أريدها وطبعا أقدر أنا أشوف الملاحظة اللي أنا كتبتها مثلا هذه الملاحظة أو هذه الملاحظة وهكذا وطبعا أقدر من خلال Clear All أقدر ألغي جميع الملاحظات فيما يخص واجب هذه المحاضرة طبعا هو الواجب الأول وبالنسبة للواجبات طبعا مهمة في حال لمن يريد الحصول على شهادة فيما يخص الواجبات في الدورة الأساسية المستوى الأول راح تكون خمس واجبات كل واجب عليها عشرين درجة يطلع المجموع من مية وعلى أساس التقييم راح تمنحون الشهادات طبعا الواجب الأول هو تحديد هذه الطفلة اقتصاصها طبعا بأي أداة تختارون أنا مثلا راح أختار أداة Quick Selection وأحدد هذه الطفلة اقتصها طبعا اختار جزء معين وهكذا أكمل الاقتصاص طبعا نضغط اكليكات بهذه المنطقة جيد تبقى فقط طرح هذه المنطقة طبعا مثل ما تعلمنا من خلال علامة الناقص Subtract ونطرح الجزء اللي من ريدا يظهر بالتحديد طبعا نصغر الأداة من خلال حرف الدال والجيم بعد ما تحددت هذه الصورة فقط نضيف هذا الجزء بعد ما تحددت هذه الصورة من Edit وCopy بعدين صورة ثانية هذه الصورة نلصق الصورة اللي حددناها من Edit Best راح تم عملية اللصق وهذه الصورة تكون في هذا الركن تمام هذا هو التطبيق الأول طبعا طريقة ارسال الواجب من خلال طبعا تصوير هذا الواجب يأما بالتليفون يأما أخذ لقطة للشاشة وارساله برسالة على صفحة عالم بها الاحترافي أو على رابط التليجرام لمن لا يمتلك فيسبوك نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى